شاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 129 سنشتغل على تمارين الجزء الثالث من النص المسترسل دائما السباح الماهر من ما كان يستهويني إلى يعمل بالسفارة لكن قبل أن نمر إلى الأسئلة أقرأ بطلاقة أقرأ الجزء الثالث من النص قراءة سليمة تنسى تتابعون في الكتب ما كان يستهويني حقا هو سباحة الغطس لذلك قلنا في الجزء الثاني بأن السباحة التي يحبها أو كان يفضلها عن باقي السباحات هي سباحة الغطس وهذا السؤال فجوابه في الجزء هذا الذي نقرأه الآن إذن ما كان يستهويني حقا هو سباحة الغطس فكان يحل لي أن أقف في حوض السباحة أو ما يسمى بحمام السباحة من أوله وأظل سابحا تحت الماء قرب قاع الحمام إلى أن أصل إلى نهايته وكن كثيرا أو كنت كثيرا ما أدخل في منافسات للسباحة بالغطس مع زملائي أعضاء النادي وكنت أخرج منها في أغلب الأحيان الفائز الأول أو الثانية على الأقل في يوم من أيام عطلة نهاية الأسبوع كنت مع أسرتي في النادي وكان يوما مشمسا تركت أسرتي تتحاور حول مائدة النادي وأسرعت إلى حمام السباحة الذي أتلهف كثيرا إلى مياهه وبدأت في ممارسة هواية الغطس لاحظت أن رجلا أنيقا يرتدي ملابسه كاملة يتابع حركاتي حركة حركة وأنا أسبح بل يسير أحيانا إلى نهاية الحمام ويتبعني ناظرا في ساعته وكأنه يحصي حركاتي ويقدر سرعتي وحين خرجت من الحمام وبدأت أجفف جسدي الصغيرة تقدم إلي الرجل وعرفني بنفسه السيد بيرنارد وقدمت له نفسي أنا طفل عربي وأبي يعمل بالسفارة بعد قراءتنا لهذا الجزء سنمر إلى أسئلة الفهم وسنبدأ بأغني رصيدي أبحث عن معاني الكلمات الآتية يستهويني إذن بدأ الجزء هذا ما كان يستهويني أي ما كان يفتنني ما كان يأخذ قلبي إذن كلها عبارات لها نفس المعنى يستهويني يفتنني أو يأخذ قلبي ثم الأحيان الأحيان أي الأوقات في كثير من الأحيان أو في كثير من الأوقات ثم أتلهف إذن أتلهف أي أتشوق متلهف أي متشوق أتشوق ثانيا آت بكلمات لها صلة بكلمة شاطئ إذن كلمات لها صلة بكلمة شاطئ بحر صيف مصطاف يعني المصطافون هم الذين يذهبون للبحر قصد الاستياف قصد الصباحة والاستياف أيضا حر يمكن أيضا إضافة شمس إذن كل هذه الكلمات فلها صلة بشاطئ ثم أفهم وأحلل أحدد السبب الذي جعل الطفل السباح يكون في الغالب هو الفائز هو الفائز الأول إذن ما هو السبب الذي جعل الطفل السباح يكون في الغالب هو الفائز الأول إذن السبب الذي جعل الطفل السباح يكون في الغالب هو الفائز الأول هو تداريبه التي يقوم بها في حوض الصباحة أو ما يسمى بحمام الصباح إذن فهو كان كان شغوفا بالصباحة كان يحب الصباحة لذلك فوضب على التداريب لهذا كان يحصل في الغالب على المراتب الأولى إذن قلنا هو تداربه التي يقوم بها في حوض السباحة أو ما يسمى بحمام السباحة ثانيا لماذا كان الرجل يتابع حركات الطفل السباحي فالرجل كان يتابع حركات الطفل السباحي لأنه رأى فيه موهبة صاعدة في رياضة السباحة فلأنه رآه موهوب رأى بأن هذا الطفل موهوب وله موهبة صاعدة في السباحة ثم أتلمس مدة طابقي توقعي مع ما قرأته فكان دائما كان توقعي في محله لأن هذا الجزء يتحدث عن سباحة الطفل والموهبة التي اكتشفها فيه السيد بيرنارد كنا دائما توقعنا بأن النص سيتحدث عن السباحة أو عن سباح ماهرين ومن خلال قراءتنا للأجزاء تبين أن هذا التوقع كان في محله أنتقل بعدها إلى أركب وأقوم ألخص الجزء الذي قرأته استهوت الطفل سباحة الغطس استهوت السباحة الطفلة استهوت الطفل سباحة الغطس فظل يتدرب في حوض السباحة سابحا تحت الماء فكان كثيرا ما يفوز بالمرتبة الأولى أو الثانية في منافسات للسباحة بالغطس ذات مرة وهو يمارس هوايته المفضلة شعر برجل أنيق يتابع حركاته وينظر للساعة ليقدر سرعته وحينما خرج من المسبح تعرف عليه هذا هو ملخص الجزء الثالث ثم أستخرج الأسلوب الذي راقني مما قرأته وأنسج على من واليه فالأسلوب الذي راقني هو بداية هذا الجزء ما كان إذن سنستعمل نفس الأسلوب في جملة أخرى ما كان يستهويني ما كان يستهويني حقا هو مطالعة الكتوب فكان يحل لي فكان يحل لي فكان يحل لي أن أقف في مكتبة المدرسة لساعات متواصلة الأسلوب هو ما كان يستهويني فكان يحل لي ثم ثالثا أبدي رأي في مهارة الطفل السباحي أبدي رأي في مهارة الطفل السباحي أثرت السباحة أي سجنت وجدبت السباحة عقله فواضب على التدريب فكان يحصل على المراتب الأولى فهو شخص يجب أن يقتدى به لأن هذا الطفل يجب أن يقتدى به لماذا؟ لحبه لهوايته وعمله المتواصل لتحقيق أفضل النتائج إذن حبه لهوايته هذه وعمله المتواصل بشغفين لتحقيق أفضل النتائج لذلك كما قلنا فهو أحق أن يقتدى به وأن نتبعه وأن نقوم بما قام به ليس فقط في السباحة وإنما في كل الأعمال التي نحبها بهذا نكون قد أنهينا تماريل الجزء الثالث نلتقي في الجزء الرابع دائما من النص المسترسل السباح الماهر كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلايليست للقاء